فصل اليوم يا جماعة فصل ثري جدا اودا اعطانا فيك 100 احداث ومعلومات ومفاجآت ما كنت متوقعها ابدا ياخي احيانا اجلس احاول اتوقع الاشياء اللي بتصير في المستقبل وكلنا جالسين نحاول نتوقع الاشياء اللي تصير في المستقبل قصة هون بيس ومع ذلك انا متأكد 99.9 من الاشياء اللي نتوقعها ما تصير وبعدين لما تصير تقول ياخي والله منطقية كيف ما توقعناها كيف اودا عنده القدرة انه يفكر خارج الصندوق لدرجة انه معظم الناس ما هم قاين يتوقعوا على اشياء اللي قاعد يسويها كيم كوما وقتاله مع اكاين اصلا موضوع كوما كنت مستبعد وقلت لسه بعيد شوية ما بنرجع له الحين تخيل ان كوما رجع للميدان يا رجل احد اكبر الغاز قصة هون بيس رجع في فصل اليوم طبعا كوما زيه زي شخصيات كثيرة هو لغز وكل ما يظهر يزداد هذا اللغز غموضا وغموضا يصير لغز معقد اكثر من اللازم لا مش اكثر من اللازم اكثر واكثر وكمان في فصل اليوم استكملنا قتال اليونكو لوفي قبعة القش مع الادميرال كيزارو اوه يا الدنيا قبل سنتين لوفي قاعد ينطلس من كيزارو في الخبيل شابوندي واليوم لوفي قاعد يقارع كيزارو ايش هذا لا وانتهى الفصل بفريم عظيم فريم عظيم يا اخي فريمات الجوي بوي فريمات الجوي بوي اودة لما يمخمخ عليها تطلع بفريم كده يخليك تقول ما هذا الجمال يا رجل لا وكمان في فصل اليوم استيقظ الرجل الالي بعد 200 سنة واليوم استيقظ استيقظ رسميا الرجل الالي وصدقوني الرجل الالي هذا بيعطينا اجابات مرة كثيرة هذا لو طلع عنده القدرة على الكلام يعني عموما فصل اليوم يا جماعة فصل عظيم جدا وما كنت اتوقع اقل من كده صراحة لانه خلاص نحتاج بقعة كبيرة تصير نحتاج كده حاجة تخلينا نرجع للشغف من جديد اودة يغيب يغيب وفاجأة يرجع لك بقعة جديدة يخلينا نقعد نسقع بعضا كثير وكأن اودة يقول سامحوني يا جماعة ادري قصرت معاكم الفترة الماضية هيخذ هذا الفصل المجنون لا وكمان الاسبوع الجاي في فصل يقلع ام الحماس وياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية ما بطول عليك عزيزي القرصان ما بطول عليك عزيزي الأدميرال عزيزي الثائر عزيزي البرمائي كائنا من كنت ابلوا لاك للفيديو واشترك في القناة لما كنت مشترك وفعل جرس التنبيهات وتعال تابعنا لمواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد سيرفر ديسكورد صار عندنا في فعاليات مرة كثيرة وبرضو اقتراحات الأنيمي تبع التويتش تقدر تشارك فيها عن طريقة ديسكورد تعالوا تابعوني هناك وخلونا نسولف مع بعض ونأخذوا نعطي بين فترة وفترة غير كذا اطلع على ظهر سفينتك وافتح أشريعتك وهيا بنا نبحر في الفصل 1092 اكون صادق معاكم يا جماعة ظهور أكاينو في أكشن داخل قصة ونبيس من جديد حاجة كنت انتظرها مرة من زمان وخلونا نعترف بغض النظر عن كراهيتي بغض النظر عن حبك لأكاينو ظهور أكاينو في قصة ونبيس دائما ما يجيب نتائج مرة كبيرة دائما ما يترك أثر جدا عظيم صاح اني أكره ودي أشوفه مثقوب في صدره في أقرب فرصة بس الحقيقة الحقيقة يا جماعة أكاينو شخصية عظيمة جدا في سياق الكتابة طبعا شخصية عظيمة جدا ووجودها دائما ما يعطي القصة أبعاد جدا رهيبة أدميرال يسعى لتحقيق العدالة وبعقلية إجرامية إيش هذا؟ من أنت يا أكاينو؟ وما هي غايتك؟ وإيش هي عدالتك بالضبط؟ شكاشي ما كنت أتمنى أشوف أكاينو ضد كوما أوكي أبغى أشوف أكاينو في أكشن مرة ثانية لأنه متكع المكتب من فترة طويلة بس ما كنت أبغى أشوفه ضد كوما كوما ضعيف الله يا جماعة الخير كوما أنا متأكد ومؤمن واتذكروا كلامي راح يخلينا نبكي أشد البكاء في المستقبل لما نعرف كوما وقصة كوما وسبب تضحيات كوما وماضي كوما أو عدكم سوف تسيل الدموع لا محالة سوف تنطر سوف تندر كوما عنده قصة قد تكون من أعظم القصص اللي بيكتبها أودا في عالم ومبيس عموما يا جماعة اللي مهم نعرفه الآن وإن كوما وصل إلى قمة مريجوة قبل يوم من أحداث فصل اليوم أو قبل يوم من حادثة الإقهد وبنهاية الحدث تبع كوما اختفى كوما وين راح كوما وإيش هي خطة كوما يعني حتى لما حاول يوقفون الجنود لما ربطوه بالسلاسل قالوا إنه طريقة مقاومته لهم وكأنه قاعد مطنشهم وكذا عنده هدف معين قاعد رايح له في مكان معين يقصد كوما ما عرف أي شيء ثاني ما يبغى أحد يوقفه لدرجة إنه سووا انفجار مرة كبير ودمر جزء كبير من مريجوة شوفوا أنا عندي مشكلة بسيطة للأمانة مع الحدث هذا ولكن أعتقد إنه ممكن أودي يطرح لنا مبررات مستقبلا أكيد ولكن خلينا أقول لكم إيش مشكلتي مع الحدث هذا طالما إنه كوما عنده القدرة على الانتقال الآني لأي مكان هو يبغاه باستخدام فاكهته ليش جلس يتسلق مريجوة ليش هرب من عند الثوار وطق المشوار الطويل هذا كله وجلس يتسلق مريجوة وهو عنده القدرة على الانتقال الآني وعنده القدرة على استخدام فاكهته من الأساس ليش طق المشوار هذا كله أنا متأكد إنه في تبرير رح يطرحوا لنا أودا وكل ثقة في أودا ولكن للآن ماني قادر أفهم الحوثة في حوثة صايرة هرب من عند الثوار اتسلق الجبل سووا انفجار وبعدين لما أكاينوا قرر بيطرحوا أو قرر بيهزموا قال لا خلاص خليني استخدم فاكهتي الآن ليش ليش ما استخدمتها من البداية أصلا شكاشي ممكن ممكن ثلاثة ممكن بعد وصول كوما إلى المريجوة وبعد الضغط اللي حصل له وبعد الضغط اللي تعرض له بطريقة ما وما تبقى من وعيه رجع الوعيه وقدر يستخدم فاكهته للمرة الأخيرة وبعد اشتباكه مع أكاينو ولما صار على حافة الموت الله أكبر عليك أكاينو ما يرحم تقدر كذا بطريقة غريزية أنه لا خلاص أنا الأواني أني استخدم فاكهتي أو الضغط اللي تعرض له من أكاينو والضرب اللي جاته على رأسه وخلته ينزف أعطته أو رجعت له جزء من وعيه وقدر أنه يستخدم فاكهته وينتقل للمكان اللي كان يبغى يروح له من أول في النهاية يا جماعة احنا نتكلم عن كوما كوما لسه شخصية مضطربة حاليا ما بين مبرمج ما بين واعي ما بين مشواعي حتى كاينو وصفوا بأنه دمية بلا وعي وبلا روح أنا أعتقد في سياق الفصول الماضية والفصل الحالي والخط الزمني إن كوما غالبا راح يظهر في الإقهيد ليش؟ كيف؟ شلون؟ إزاي؟ أنا مش عارة لكن ما في خيارات ثانية مطروحة حرفيا بداية الحدث كتب لك أودا كذا قبلها بيوم قبل واحد يوم وما طرحها أودا بهذا التسلسل عبا إلا إنه جالس يمهد غالبا وبنسبة كبيرة لظهور كوما في أحداث قادمة أو ممكن في الإقهيد شوفوا يا جماعة أنا جالس أتكلموا كأني حليت اللغز واو حليت اللغز المعقد لكوما مستحيل كوما ما زال اللغز الكبير بالنسبة لي صراحة وما أعتقد أن أمر تحليله سهل أصلا شكاشي أنا عندي شعور وزي ما قلت لكم إن كوما بطريقة ما رجع له وعيه يب كوما وعيه رجع له هو كان بلا وعي وفجأة رجع له وعيه بالذات بعد ما ضربه أكاينه أنا قلت الكلام هذا قبل كذا بس بفصل لكم فيه شوية الحين كوما مبرمج على أشياء معينة قاعد يحمي سفينة ساني جو قبل السنتين أو خلال السنتين وقاعد يحرر العبيد فيه برمجة معينة داخل كوما قاعد يؤديها وأعتقد إن وعيه ما زال موجود ولكن بنسبة بسيطة يعني وعيه قاعد يتلاشى ولكن بعد قتاله مع أكاينه وبعد ما ضربوا على راسه وبعد ما قطع له رجله استعاد وعيه بشكل كامل وقدر إنه يهرب من المكان أو من مريجو لأنه بعد ما كوما اختفى من مريجو وهرب أكاينه كده جاله فلاش باك بينه وبين بوني وكأنه كده أكاينه شك في قناعاته أكاينه مؤمن إنه كوما بلا وعي خلاص هو صاير كده آله ما من أمه فائدة ولكن بعد الفلاش باك هذاك اللي صار بينه وبين بوني لما بوني كانت تقول مستحيل مستحيل أبوي يخسر وعيه مستحيل أبوي يسوي فيني زي كده أكاينه كأنه شك قال يا أولاد هذا متأكدين إنه بدون وعي آله شكله وعي يرجع له وما قاله لكن ربما كده نفهمها من الحدث هذا لأنه فكرة قدرة كوما المفاجئة باستخدام فاكهته معناته إنه وعي يرجع كيف؟ شلون؟ الله أعلم هذا تحليلي للموضوع ويريت لو في شي فاتني أو أنا ما فهمته في الحدث هذا اكتبوا لي في التعليقات وبعيد السؤال على ستستجاوبون عليه لو حابين يعني طالما إنه كوما عنده القدرة على استخدام فاكهته ليش ما استخدمها من البداية وليش طق المشوار هذا كله وبعدا قال يا عمي يا الله خلاص خلي نستخدم الفاكهة سؤال؟ سؤال جوته سؤال ولا كيف؟ هبولنا هبولنا من هبداتكم يا جماعة نيجي لأهم جزء في فصل اليوم وهو استكمال قتال كيزارو مع اليونكو قبعة القش لوفي ويا له من قتال رائع متأكد بيكون واحد من أجمل الأشياء اللي بنشوفها في الأنمي مستقبلا كيزارو ضد لوفي يقلع أم الجمال رح يكون في أكشن مرة رهيب منتظرنا مستقبلا لوفي ضد كيزارو ما كنت متوقع أشوف هذا القتال قريب أبدا قبل ظهور كيزارو يعني كنت أتوقع أن الأدميرالات خلاص صاروا مرحلة بعيدة كذا في القتال الأخير في المعركة الكبيرة ممكن نشوفهم لكن الحين دايما عموما وعلى عكس التوقعات لو فاكرين الفيديو الماضي اللي صورته مع الشباب كلنا تقريبا اتفقنا أن القتال اللي بيتم بين كيزارو ولوفي رح يكون قتال سريع ما رح ينتهي بفوز ولا بهزيمة مجرد حاجة سريعة كذا أكشن سريع يصير بين لوفي وكيزارو ويهرب بعدها الطاقم من جزيرة الإقهد هذا اللي الكل تقريبا اتوقع ولكن لا يا بأودا إلا أنه يخرج عن توقعات الجمهور ويسوي شيء مختلف أعتقد وبناء على اللي شفناه والقبض اللي انقبض فيها كيزارو في النهاية واضح أنه كيزارو بينهزم كذا خلاص لوفي مسكه يا أبو يا طبق وبين يدين وين بتروح على وين يا حبيبي أوكي مستخدم فاكهة الضوء ممكن يختفي الله أعلم ولكن لوفي والله يمجود وتجويده كأنه ماسك سندويتش وين بيروش عموما خلونا نرجع شوي وراء أو نظل في المحدث اللي قاعدين نتكلم فيه احنا قفزنا للنهاية لفت انتباهي يا جماعة في القتال اللي صار ما بين كيزارو ولوفي إن لوفي كان مستخدم القيرة الرابع وبالتحديد طور سنيك مان وهنا أعتقد إن أودا حب يورينا إنه بصيرة لوفي معادها زي أول وكأن لوفي عارف قيمة خصمه ما استخدم القيرة الثالث ولا استخدم أي طور من القيرة الرابع لا القيرة الرابع سنيك مان لوفي عارف إن قتاله مع كيزارو يتطلب هاكي تصلب قوي جدا علشان يقدر يضرب كمية الضوء الهائلة هذه وكلنا نعرف إن القيرة الرابع وبالتحديد سنيك مان يتمتع بقوة هاكي تصلب قوية جدا وكمان مرونة مطاط عالية جدا مطاط وقوي متصلب في نفس الوقت فلوفي قال لك يا عمي شوية أدميرال ما يحتاج استخدم معا للسنيك مان ولكن برضو لوفي عنده بصيرة ولكن نستهان بخصمه شوية أنا كنت أتوقع أشوف استخدام ملكي تغليف ريو أيني لا مافي سنيك مان بس يا أحدك يا كيزارو عموما أعتقد برضو إنه أودا حب يعطينا شوية أكشن بحيث القيرة الخامس ما يكون إلا المرح على الأخيرة من هذا القتال بالنهاية يا جماعة إحنا نتكلم عن كيزارو شخصية كبيرة ولها قيمتها وهيبتها في القصة ما يصلوا حكذا أودا يخليه ندعس ويتمسك زي السندويتش على طول أصبر يعطيه شوية قتال خليه قارع لوفي خلي لوفي يستخدم القيرة الرابع سنيك مان ينخبز شوية وحط لك شوية أكشن في النص وبعدها لما تفشل خطة لوفي في استخدام السنيك مان ضد كيزارو ذيك الساعة خلي لوفي يستخدم القيرة الخامس ويهزم كيزارو تحليل القتال هذا ولطريقة كتابته إن أودا حب يعطي أفضلية بريفلش شوية الكيزارو تخيل كيزارو يدخل بالهيبة دي والزحمة دي كلها وينهزم على طولها خلي لوفي قارعه شوية يا كيزارو يا بو يا كيزارو أنتم مستوعبين ماينفع انهزم بسهولة كذا بسرعة لازم تعطيه قتال كذا شوية قتال على قل وكمان يا جماعة في معلومة ذكرها كيزارو خلونا ما ننساها مرة عجبتني كيزارو شخصيا قاعد يثني على قوة لوفي مش محتاجين شهادتك يا كيزارو احنا عارفين أنه لوفي قوي ولكن في سياق القصة وفي سياق الشخصيات والحوارات اللي الدور بينهم كيزارو لما يشهد لي لوفي بقوته فهنا احنا تأكدنا أن لوفي مش سهل لوفي أصلا احنا عارفين أنه مش سهل ولكن كيزارو شخصيا قاعد يشهد له حاجة زراحة يعني تستعقل شادة والفخر لوفي قبل السنتين كان شيء والآن شيء ثاني يا كيزارو ايش تحسب يا حبيبي لوفي الآن يونكو ومنها إلى ملك القراصنة بإذن الله عموما خلونا نعود أدراجنا شوية لوفي كان يسأل كيزارو انت اشتبه هنا اللي اشتبه تقتل فيقابانك والعجيب أن كيزارو رد عليه كذا وقال له نقتله اقتله مستحيل اقتله هذا صديقي صديق قديم كمان أنا ما أدري هل هو من جده اللي يستهب الكيزارو لأنه بعدها قال أنا جاي أبغى أخلص على فيقابانك فواضح أنه ممكن جالس يتقطق على لوفي اقتله انا اقتله لا مستحيل وممكن ممكن ممكن أنه بالفعل كيزارو مو ناوي يقتل فيقابانك وناوي يحقق الثلاثة الهداف المطلوبة منه بالضبط يجيب أرشيف فيقابانك وينقذ يوريك ويضمن سلامة محطة توليد الطاقة فممكن كيزارو واحتراما لصداقته القديمة مع فيقابانك قال يا عمي ما يحتاج يقتله طالما أنهم ما طلبوا مني وفي ثلاثة الهداف رئيسية ركز على الثلاثة الهداف الرئيسية ووفقها والله أعلم الموضوع معقد يا جماعة مش بذيل بساطة ولكن احنا نحاول نحلل قدر الإمكان وعلى عكس أكاينو يا جماعة عدالة كيزارو مختلفة تماما هنا أودا حاب يوريك برضو تعريف مختلف للعدالة من وجهة نظر كيزارو كيزارو تقريبا قاعد يحاول يحقق الهدف المطلوب منه بأقل الخسائر حتى بوني لما حاولت توقف وقالها يا بنت ها الوخري عني لا تجبريني أذيكي الله يخليك عدالة كيزارو مختلفة تماما أنا أبغاكم تتخيلوا أنه أكاينو اللي موجود هنا بالله بيرحم أحد صدقوني غير تشوفوا مصنع دونات غير تشوفوا الناس كلها مخرق في ذا الإقهد شكاشي كيزارو عنده عدالة ومنظور مختلف وطريقة مختلفة في حل الأمور كيزارو يكحلها من هنا أو يعميها من هنا ممكن هو ما عندني أن يقتل فيجابانك بالفعل بس من جهة ثانية راح ودمر لك أم فيجافورس اللي يعتبر أحد أحلام فيجابانك اللي حققها والله يهو قاتل أملي لما طار إلينا السماء والرجع كده بسرعة الضوء واستدم بلوفي وخله يدمر أم فيجافورس يخرب بيتك كيزارو الخطة الأولى والوحيدة تقريبا لهروب الطاقم دمرته الله أكبر عليك الشاهد في فصل اليوم هي جماعة كيزارو شغال ترفيس رفس لوفي رفس بوني ما تشوف إلا كل شيء واحد قاعد يسقع في القبة أخذهم ترفيس رايح جاي الله أكبر عليك شكاشي وهنا بدأت الخطة البديلة تتضح ملامحها بما أن فيجافورس تدمر تماما وتدمرت معاها أحلامنا كلها في الهروب من الإيجهيد أحب أقول لكم وغالبا هذا اللي بيصير لوفي راح يكون هو خطة الهروب البديلة للطاقة من داخل الإيجهيد ورح يكون لوفي بشحمه ولحمه هو البديل لفيجافورس ويشيل أم السفينة ويطلعها من الإيجهيد ولا تسألني كيف أتوقع واضحة صح؟ من جدك قاعد تسأل لوفي يا ولد القير الخامس يقدر يسوي أي شيء حرفيا لوفي يقدر يسوي أي شيء بالقير الخامس يقدر يصير عملاق ويشيل أم السفينة ويمشي يقدر يتحول لطيارة يا رجال ويطير في ألف طريقة وطريقة والموضوع ما يعتمد علي أنا وإنت الموضوع يعتمد فقط على مخيلة لوفي وكلنا عارفين أنه هذه الفاكهة تعتمد بشكل عام على مخيلة صاحبها عموما يا جماعة الآن ولي الله الحمد تم تهكير الحاجز بواسطة فيغابانك وأنا كنت متوقعها أصلا كلنا كنا متوقعين أصلا النظام صنعوا فيغابانك ما بيعرف يخترقوا أحا فالآن الحاجز نقدر نفتحه في أي وقت بس تتجهز خطة الهروب كيف رح تكون خطة الهروب؟ إذا الموضوع يعتمد على لوفي فالموضوع يعتمد برضو على مخيلة لوفي خطة الهروب رح تكون في دماغ لوفي كيف يهربنا لوفي من هنا؟ الموضوع مكذر يعتمد على مخيلة لوفي يصير طيارة يصير سيارة يصير نب بيطة ما أدري أشياء كثيرة بس بالله عليكم يا جماعة إيش رأيكم في الفريم اللي في آخر الفصل الله يقلع أم الجمال ما أحلاه لوفي ماسك كيزارو زي كده حرفيا ماسكو زي كده كانوا ماسك سندويتشا أوي كيف حالك طيب كيزارو صاير صغير في يد لوفي آه يا لوفي آه يا لقير الخامس آه يا نيكا يا عمي حتى الهزلية كان لها وجود في هذا الحدث شوفوا عيون فيجابانك وشوفوا عيون أوسب وشوفوا عيون الناس اللي حولينهم طالعة عيونهم طالعة الهزلية اشتغلت في ذا الحدث ما في لعب بمجرد ما يظهر لوفي والقير الخامس اعرفوا ان الهزلية حاضرة لا محالة عد كيف بينتهي المطاف بكيزارو والله أعلم كيزارو حرفيا الآن في يد لوفي ما في مفر فهل فعلا لوفي رح يهزم كيزارو في نهاية القتال هذا وما يكون مجرد قتال بلا نتيجة أخيرة مثل ما كنا متوقعين ولا كيزارو يستخدم فاكة الضوء ويهروا ببساطة الله أعلم تصوري للموضوع كالآت ممكن كيزارو يحاول يقاوم شوية وبعدين يقول لك خلاص أنا استسلم وكلنا نعرف قديش كيزارو شخصية كسولة في القتال إذا شاف القتال وصل لمرحلة معينة غير مجدية يقول لك أوكي أنا استسلم خلاص روقوا يا عيال مشوفنا حاجة زي كذا قبلها في المارين فورس أو ممكن فيجابانكي توسط لكيزارو ويقول للوفي يا لوفي ما عليك من الحيوان هذا صح إنه باع العشرة وباع الصداقة والعيش والملح اللي بيننا ولكن أنا بكون أطيب منه يطلق سراحه يا لوفي خليه ينقلع ولو حصلت هذه وهي نسبة عصولها مرة ضئيلة ولو حصلت وبالفعل تركه يروح وقالوله يلا انقلع ممكن الحدث هذا يترك أثر كبير جدا في قناعات كيزارو تجاه القراصنة أو تجاه قراصنة قبعة القش بالتحديد كيزارو يطيح بين يد قراصنة ويقول له خلاص روحي ابن حال سامحناك أحى ما تدري قناعات كيزارو كيف ممكن تتغير لو حصل هذا الشيء عموما نجي لأهم حدث وأغرب حدث صار في فصل اليوم واللي ممكن نربط بأشياء جدا كبيرة لأنه هذا الشيء مرتبط بكل ما هو موجود في القرن الفارغ تقريبا كل شيء صار في 800 سنة 900 سنة والألاف من السنوات ألا وهو استيقاظ العملاق الأهلي أول حاجة ليش استيقظ فياقابان كان يقول أنه يتطلب مصدر طاقة معين علشان أقدر أشغله ومان يقدر أشغله إذا كان يستيقظ بسبب إيقاع الجوي بوي طب ليش ما استيقظ وقت قتال لوفي وروبلوتشي أوكي أوكي ممكن قتال لوفي وروبلوتشي كان بعيد عنه وما سمع الصوت مع إنه زنيشة سمع الصوت من وسط البحر ومن مكان بعيد جدا بس أوكي ممكن يكون هذا سبب السؤال الثاني إيش اللي أيقظ هذا الرجل الآلي قبل 200 سنة علما إنه آخر ظهور للجوي بوي كان قبل 800 سنة فهل فيه أكثر من طريقة لإيقاظ هذا الرجل الآلي يعني ممكن قبل 200 سنة استيقظ لسبب ما بسبب طاقة معينة وإيا كان المصدر لأن الجوي بوي ما كان موجود قبل 200 سنة وممكن الطريقة الثانية اللي ممكن توقظ فيها هذا الآلي هي عن طريق إيقاعات الجوي بوي وكلنا نعرف إنه فيغابانك تكلم عن الطاقة الشمسية وقوة طاقة الشمس بالتحديد وإنها ممكن تشغل هذا الآلي وكلنا نعرف برضو إن نيكا عبارة عن آلهة الشمس شمس فممكن هذه هي الطاقة لوفي عبارة عن طاقة تتجول في الأرجاء وبمجرد ما يتخذ هيئة القيرة الخامس يشغل أي شيء لها علاقة بطاقة نيكا أو الطاقة اللي تعتمد على الشمس وبرضو في احتمال ثالث لا والله ممكن استيقظ بسبب الطاقة الهائلة اللي أصدرها كيزارو في فصل اليوم شفنا كمية طاقة عجيبة وضوء هائل أطلقها كيزارو لدرجة أن لوفي يا رجل غطى على عيونه نور قوي جاي من السماء تجاهه كأنه كان يطالع في الشمس كده سوى لوفي حرفين فممكن كيزارو أنتج كمية هائلة من الضوء مقاربة للشمس وبسببها استيقظ هذا الرجل الآلي والله أعلم شكاشي فإحنا أمام عدة احتمالات حاليا الرجل الآلي هذا استيقظ بسبب إقاع الجوي بوي واللي يمثل طاقة الشمس ووجود الجوي بوي أصلا أو استيقظ بسبب الطاقة اللي أطلقها كيزارو والله أعلم طيب وش الدور اللي الآن الرجل الآلي هذا لازم يقوم فيه ومفروض يسمع كنام مين بالضبط إحنا نتكلم عن رجل آلي أيا كان الشخص اللي صممه ما هو موجود حاليا ما له وجود نتكلم عن شيء قبل 800 سنة شوفوا يا جماعة غالبا غالبا الرجل الآلي هذا بيكون مبرمج تجاه شيء معين لازم وبحكم إنه كان موجود قبل 800 سنة فممكن يكون الجوي بوي الأول أعطى أوامر معينة لهذا الرجل الآلي وبمجرد ما يشوف لوفي في طور الجوي بوي يقول له اوه جوي بوي زي زونيتش اوه جوي بوي لقد أصابني الحنين ويقوم يقول له الجوي بوي أو لوفي أنا عبدك وخدامك آمرني ايش تبغاني يسوي وربما خطة لوفي والطاقم للهروب من الإقهد ما يكون لوفي ولا يكون فيغافورس اللي اتدمر ربما يكون هذا الرجل الآلي هو اللي يخرجهم من هذه الجزيرة شلون؟ هذا المطروح غالبا أصلا عموما يا جماعة في ربط معين أنا جالس أحاول أربط وما بين هذا الرجل الآلي وما بين كوما الرجل الآلي هذا لما استيقظ قبل 200 سنة حاول يتسلق مريجوة وانطفأ لما وصل هناك نفس الشيء هذا سواه كوما تسلق المريجوة ولما وصل فوق اختفى وهرب ما قدري كمل هدفه الرجل الآلي برضو ما قدري كمل هدفه فوق مريجوة في رابط معين ما بين هذا الرجل الآلي وما بين كوما وأعتقد أن جزء معين من مشروع تحويل كوما إلى سلاح بواسطة فيغابانك ممكن فيغابانك استخرى الشيء من هذا الرجل الآلي ووضعه داخل كوما وكوما لا شعوريا وبسبب هذه التجربة اللي أجراها فيغابانك بين الرجل الآلي هذا وكوما كوما صار لا شعوريا جالس يحاول يحقق نفس الهدف اللي جالس يسويه الرجل الآلي أو ممكن تكون هذه الخطة كوما راح قال له اعطيني أيا كانت البرمجية الموجودة في الرجل الآلي هذا خليني أكمل مهمته ممكن هبدأ بس ممكن الأكيد واللي جالس أحاول أقول لكم يا جماعة في رابط ما بين كوما وما بين الرجل الآلي إيش هو راح نكتشف مستقبلا وبمشيئة الله عموما أنا والله ما عندي أي كلام أضيف وغير كذا ولكن فصل اليوم فصل جدا رائع وعظيم ولا كنت متوقع أني أستمتع فيه بهذا الشكل أقسم بالله يا جماعة أني كنت أتمنى أنه ما ينتهي من النشوة اللي أنا كنت حاسها تدرونيش الحلو يا جماعة الأسبوع الجاي ما فيه توقف واللي بعده بإذن الله إن شاء الله أودا ما عاد يوقف كذا يستمر يعني أكيد فيه إجازات فيه توقفات بسيطة بس ما نبغى ينقطع ويسويبنا الغربة الذي اللي سببها لنا مسلسل نتفليكس الكويس أوكي عشان لا نزعي للناس هب لنا يا أودا هب لنا يا أودا المزيد من الفصول جاوب لنا على كثير أس أسئلة كثير يا أودا خلاص 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 يا أودا أعطينا شوية إجابات تك فالله يخليك أعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون صنا نهاية الفيديو هب لوا لايك لو أعجبك الفيديو واشترك في القناة وتعلي تابعي عن موقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش كل حساباتي موجودة في صندوق الواصل كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم